دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق تعرض لبحولة اغتيال وده بعد إطلاق نار عليه أثناء تجمع انتخابي له في ولاية بنسلفينيا أدى إلى إصابته في أذنه ومقتل شخص آخر كان بجواره بإضافة إلى إصابة آخر في مشهد تبعناه جميعا بالأمس وبعد إصابة رئيس الأمريكي السابق تدفقت رسائل الدعم له من عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين أبرزهم الرئيس الحالي بايدن والأصدر بيان تمنى له الشفاء والصحة وقال نصلي من أبليه منذ ساعتين تقريبا خرج دونالد ترامب من المستشفى بعد الاطمئنان على حالته الصحية